موسيقى شاهدين الكرام في كل مكان نحييكم في حلقة جديدة من برنامج ملف خاص تستفيد الأحزاب المغربية من دعم عمومي يساهم في تمويل خزائنها التي تعاني من خصاص ما فتأت تشتاكي منه الإطار القانوني لهذا الدعم شهد مجموعة من التعديلات تتعلق بطريقة التوزيع وطرق الصرف وهو ممثله المرسوم الذي غاب عن نقاشات الأغلبية الحكومية بسبب اعتراضات قيلة بأنها قدمت من أحزاب هذه الأغلبية في ملف اليوم أسئلة كثيرة تطرح حول نجاعة هذا الدعم وقيمته المالية والنسبة التي يمثل أيضا في ميزانية الأحزاب وبعيدا عن كل ما سبق هل يساهم الدعم العمومي في قيام الأحزاب بأدوارها والتي كلفت بها حسب الدستور أم أنه ريع ينضاف إلى ميزانية الحكومة هذه الأسئلة وأكثر نطرحها على ضيوف الكرام ولأبدأ من اليمين مع الأستاذ ردوان عميمي أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس أهلا ومرحبا بك ترحب موصول أيضا بالأستاذة كريمة غرادة البحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا وشكرا على الاستدافة أستاذ نفري بقي العيد ياك عيدوكم مبارك سعيد بقى عيد الأطحى المبارك وأيضا نهنئ أنفسنا والسادة المشاهدين الكرام أينما كانوا بهذه المناسبة نتمنى إن شاء الله أيام كنت تكون كلها أعياد إذن موضوع اليوم هام نوعا ما لأنه يمثل ربما العمود الفقري للمشهد السياسي للمجتمعات التي تسعى الانتقال الديمقراطي لمؤسسات يعني واجباتها وأيضا وظائفها مدسرة لبل أكثر من ذلك في دستور 2011 وضيفت إليها أدوار أخرى من أجل تخليق الحياة السياسية وأيضا بناء مؤسساتي حقيقي في البداية نرغل تاريخ تاريخ فيه شوي بدية الدروس والعبارة وأعتقد أنه من دجمبر 1986 خطبة الملك الراحل الحاسن الثاني فيها أقرى الدعم العمومي للأحساب سيرادوار جاء في محله واليوم إلى أين وصل وهل أدى ما رسم له لكي يكون كربما ذلك الدماء في الجسد الحزبي لكي يستمر بأداء وظائفه أولا لما نتحدث على الدعم العمومي الموجهة للأحزاب السياسية فالأحزاب السياسية هي كباقي الأشخاص الاعتبارية عندها ميزانية تحتاج إلى موارد مالية لكي يقوم بالأدوار ديالها سواء أدوارها التنظيمية السياسية وغيرها وبالتالي في جميع التجارب تقريبا هناك الأحزاب السياسية دائما تستفيد إما من دعم الدولة أو من دعم جهات أخرى قطع خاص أو من دعم منخارطها إلى غير ذلك وبالتالي مسألة دعم الأحزاب السياسية هي مسألة مهمة لأن الأحزاب السياسية في النهاية هي العمول الفقري لكافة الديمقراطية تاريخيا في المغرب بداية ديال 1958 كان القانون متعلق بالحرية العامة يحرم على الدولة أن تدعم الأحزاب السياسية في تلك الفترة بطبيعة الحال سياق أنذاك سياق سواء السياسي أو التاريخي كان يتجه نحو واحد نوع من صراع بين الدولة وبين الأحزاب السياسية حتى كم الأحزاب أنذاك لا يقاس على الأحزاب موجودة حاليا تماما ثم جاءت الرسالة الملكية للراحل حسن الثاني سنة 1986 هي التي منحت الضوء الأخضر لسلطات العمومية لبداية منح الأحزاب السياسية دعما سنويا وكان الهدف بطبيعة الحال هو محاولة منح الأحزاب خاصة أحزاب المعارضة منحها الفرصة لإعادة الهيكلة وإعادة إنتاج نخبها تماما نحو ممارسة السلطة أنا ذاك بطبيعة الحال ضلت الأمور على ما هي عليه إلى حدود بطبيعة الحال بداية التسعينة فأقر المشرع بشكل صريح أقر مسألة دعم الأحزاب السياسية بناء على معايير كانت أنا ذاك مرتبطة أساسا بمشاركة الأحزاب السياسية على مستوى سواء انتخابات الشريعية أو انتخابات المحلية ثم جاء الدستور 2011 بطبيعة الحال هذا الدستور اللي اعطى مكانة أبرز للأحزاب السياسية وخولها إمكانية ممارسة السلطة بشكل أقوى خاصة على مستوى السلطة التنفيذية نحن نعرف بأنه أصبحت الحكومة تتشكل من الأغلبية التي فرضها لنا مجلس نواب وتالي أصبحت أحزاب الأغلبية أو المعارضة كلها عندما كانت دستورية مهمة وتالي لا يمكن أن نتصور وجود هذا المكان وأن الأدوار للأحزاب السياسية في تعطير المواطنين في مشاركة المواطنين في الدفاع على الوطن أيضاً ممكنش نتصورها إلا بوجود أحزاب سياسية قوية وأحزاب سياسية قوية تحتاج إلى دعم ممكن تكلمش فقط على الدعم المباشر اللي كنت من حد الدولة هناك أشكال أخرى من تعم لغير مباشر تمويل الذاتي وأيضاً مالية الأحزاب بشكل عام وإن كانت هناك أحزاب أخلفت الميعاد مع المجلس على الحسابات وهناك أحزاب أخرى لا كانت هناك التفاصيل فيما يقص الصرف وأمور كثيرة جداً اليوم هذه هي ربما السرورة التاريخية التي تفضل فيها السردوان المستوى القانوني وكيف تطور هل اليوم هذا النص أو المرسوم الجديد الذي فيه زيادة في الاعتمادات المالية المخصرة للأحزاب بين قوسين للدراسات والأبحاث ورخص أخرى لشركات في التواصل والتسويق الرقمي وغير ذلك هل هي بالفعل بحث عن ألية دعم جديدة هل وصل الخصاص المالي لدى الأحزاب إلى هذا الحد الذي قد يؤدي ببعضها إن لم يكن الكثير منها قد أفلس مادياً وربما في النقاش نطرق لبعض الأمثل طبعاً أستاذ نوفل قبل الإجابة على هذا السؤال لابد الإشارة أن كما تطرق إلى ذلك الأستاذ أن الدعم المعلن بدأ فعلاً بعد الرسالة الملكية للملك الرحيل حسن الثاني في 86 مباشرة بعد ذلك أتت القوانين المالية 87 إلى حدوة 92 كلها تأتي وتنص في بنودها على مصاريف دعم للأحزاب السياسية لكن هذا لا يعني أن الباحثين في الظاهرة الحزبية في المغرب أنه كان هناك دعم غير معلن للأحزاب السياسية نعم يعني دعم غير معلن كما قلت منذ سيتينيات القرن الماضي يعني أيام شد والجد بين الأحزاب الوطنية وبين الدولة من خلال يعني وما خير دليل على ذلك تأسيس يعني جبهة الدفاع المؤسسة الدستورية حزب الفديك والأحزاب التي كانت تخلق من رحم الإدارة في كل محطة انتخابية يعني كان دعم مباشر وغير مباشر لكن لم يكن يعني معلناً الإشارة فقط بأنه حالياً أحزاب السياسية تعاولوا على الدعم لأن مسألة الانخراطات كيف يعطي انخراط كلمك يعطيش انخراط يعني غير كافية وبالتالي أحزاب أصبحت تتكاتر كل اللي عندها امتداد جماهري كل اللي ما عنداش امتداد جماهري بالنسبة للمرسوم الحالي اللي تم إرجع المناقشة دياله وبعد المجلس الحكومي اليوم 23 يونيو 2022 والعرض اللي قدمه السيد وزير الداخلية فيه البند ديال 20% يعني كان دعم ديال الدولة منذ 86 ووصولاً إلى 92 تعديل المادة 18 و32 ديال الظاهر الحرية العامة اللي كانت تحرم على الدولة أنها تمرح الأحزاب السياسية منها وبالتالي ووصولاً إلى يعني مضامي الوثيقة الدستورية حول دور الأحزاب وضروري من الدعم ديالها لسيما في الفصل الثلاثة وفصل السبعة لكن المرسوم الحالي الذي تم إرجاء منقشته في 20% اللي من أجل الدعم يعني الدراسات والأبحاث بالنسبة للأحزاب السياسية وهذا أتى من بعد الخيطة الملاكي أثناء افتتاح الدورة الشريعية لأكتوبر 2018 ولكي يبين فيها الخيطة الملاكي ضروري من جويد الأحزاب السياسية الخيطة ديالها المأساسة ديالها وفي نفس الوقت ديال الأداء ديالها تشريعي ودورها في تشريع السياسات العمومية وهذا يعني المتتبع المشهد السياسي على الأقل في العشرية الأخيرة كي يلاحظ بأن الأحزاب أو بعض الأصوات انتخابية داخل البرلمان بغرفته لا تمتوا علاقة لا بالانتماء الحزبي أو غير ذلك يعني دخلت إلى المجلس البرلمان بغرفته من باء زاوية الريع السياسي والريع السياسي الترحيل السياسي تم القضاء عليه بالنص القانوني وبالتالي حرمت الأحزاب أو بعض الأحزاب السياسية من استقطاب الأعيان أو ما يسمى داخل الأدبيات الرائجة حاليا في الرئي العام بمالين شكارة يعني ضد المناظرين لكن المرسوم الحالي أظن أنه سيساهم في التأطير في جويد العمل الحزبي الداخلي لكن نقطة الخلاف كانت بين الدولة أو بين وزارة الداخلية وبين الأحزاب حول الجهة المكلفة بالأبحاث والدراسات بالفعل لاحظنا أنه على غرار يعني هي القاعدة تقول لها قياس مع وجود الفرق لكن هنا القياس ينفع وهنا يجوز لماذا؟ لأنه ما وقع في اللوائح سواء الشباب منذ 2011 لوائح النساء تشريعية الأخيرة لـ 2021 سواء المتعلقة بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو التشريعية بأنه هناك أغلبية توجه ديال لوائح رعية عائلية الآخرين ضد في المناظر المناظرين فما بالونا أن هذا العشرين في المئة تمشي لباحثين يدخلون في إطار ما هو عائلي ما هو محابات ما هو إرضاء للخواطر ليس إلا جميل لازمنا في التشخيص قبل أن نذهب لمضامين هذا المرسوم الجديد وما يتضمنه من المستجدات أيضا يقال بأن من بين الأمور هو تشجيع الكفاءات داخل الأحزاب السياسية ولكن هل أحزابنا اليوم التي جزء منها للأسف يذهب لمراكز دراسات لإعداد برامجه الحزبية التي تسبق العملية الانتخابية مراكز دراسات قد تكون خارج الوطن هل هي اليوم ستحصل على تمويل لتقوم بدراسات داخل الوطن من أجل أمور لها علاقة بالسياسة الأمومية أو بالتشريع أو بغير ذلك على الأقل هذا هو ما قاله السيد وزير الداخلية هذه نوايا الحكومة ولكن على أرض الواقع قد تختلف الأمور إذا بشي فهموا المواطنين يعني كيقول لك دعم مالي غد زاد 30% أو 30 ألف دولار غد زاد 30 مليون مثلا زايدة وكيقول لك هذا الأحزاب ما حالك تأخذ من شو لـ 2017 وقلاله ما أعتقد 128 مليون درهم اللي قدمت الحكومة للأحزاب المغربية حسب المسل على الحسابات 30 حزاب تقريبا اللي أفصح للمجلس عن ميزانيته وبيانته المالية الدعم الحكومي شكل 59% من ميزانية ومالية الأحزاب بشكل عام أحزاب تقدمت فيما مثل الأصالة والمعاصرة مثلا في السنوات الأخيرة ارتفع الدعم إلى 99% نسبة الارتفاع أتحدث بينما ارتفعت أيضا العدالة والتنمية بينما تراجعت تقدم الاشتراكية والانتحاد الاشتراكي وعدد من الأحزاب هذه الأموال لش حال تقدر توصل مثلا لحزب ما يغطي القواعد الانتخابية ويحضر في مؤسسته البرلمان مجلس المستشاري ومجلس النوة هي في الحقيقة قبل أن نجاوب السنوفل على هذا السؤال بدنا نرجع لأنظمة دعم الأحزاب السياسية في العالم أنظمة كانت لتديل أنظمة ثلاث أنواع من أنظمة دعم أحزاب السياسية كان هناك أنظمة تعتمد بشكل كامل على دعم الدولة بمعنى أن الأحزاب السياسية كلها كسبقرة هنا لدعم الدولة لعملها السياسي هناك أنظمة لا تعتمد على دعم الدولة بمعنى أنها تمنع الدولة من تدخل في دعم الأحزاب السياسية هنا يدخل الأحزاب السياسية في بريطانيا مثلا لا تعتمد على دعم الدولة ولكن تعتمد فقط إما على القطاع الخاص إما على مجهودها الذاتي وهناك نظام الذي يمزج بين دعم الدولة وبين مجهود الأحزاب السياسية وبين دعم الخواص اللي هو النظام المغربي اللي اخذنا به هناك دعم الدولة هناك إمكانية تدخل حتى الخواص يمكن لهم أنهم يدعموا الأحزاب السياسية هناك نتكلموا إما على مساهمة مباشرة أو غير مباشرة هذا مسألة ديال التمويل نحاول نناقشها ولكن لأنه الآن بدأنا النقاش ووضعناه في إطاره القانوني وصيرورته التاريخية المواطنة غير سأل يقول لك ولكن عليش الأحزاب شحركة تستفد والدولة شحركة تعطيها هذا هو السؤال وغير دقق معك في الفلوس شحال تماما تماما وشحال كتمثل من ميزانيتها أما مسألة فعلا بحث عن تمويلات المرسوم يتضمن أمور أخرى قد نتناولها ربما من مسألة الشركات التواصل تكون مملكة 100% للحزب هناك منتمين لهذه الأحزاب من رجال الأعمال ويعملون في القطع الخاص هناك استغلال المقارات العقارية مثلا ومواردها المالية بالنسبة كمدخل للأحزاب مثلا مداخل مالية غير رجعوا لها ولكن هالتخصيس المالي بالزيادة التي حصلت بما كان يعطى مثلا قياسا على 2017 وشالك تأتي للحزب وشالك يتمثل من ميزانيته تقريبا هي إذا أخذنا الأحزاب سياسية الممتلة في البرلمان لأنك ينفرق بالأحزاب سياسية الممتلة في البرلمان واحزاب سياسية غير ممتلة بمع الاعلان أن النسبة هناك أولا مبلغ جوزافي اللي كيتعطى الأحزاب السياسية جميع الأحزاب السياسية كيتعطى مبلغ متساوي لكيدمن لها السيرورة العمل وإدارة ومضطفين سنويا وهنا كان مبلغ يرتبط بشكل أساسي بالتمتيلية بنسبة تمتيلية هذا كل مبلغ من 300 ألف إلى 500 ألف درهم تقريبا سنويا تقريبا إذن كلما ارتفعت نسبة تمتيلية الأحزاب السياسية لأنه كانت نسبة من 1% إلى 3% هناك نسبة معينة تمنح الأحزاب السياسي أحزاب السياسي التي تجاوز 3% يتمنحها دعم أخر ثم هناك مسألة أخرى التي تعملها المشاريع التي تشجيع تمتيلية المرأة أو تمتيلية المغاربة المقيمين بالخارج بحيث مثلا إذا حصل الحزب السياسي على مقعد حصل عليه ممثل خارج المغرب فهذا الدعم الذي يتعطي على أساس مقعد واحد يقول له دعم مضروف خمسة بمعنى أن المشاريع هنا يمنح الأحزاب السياسية واحد الإمكانية لتحويل أحزاب السياسية لأحزاب جهوية أحزاب لعندها بعد دولي إلى غير ذلك التالي إذا تكلمنا على المبالغ المالية المبالغ المالية بطبيعة الحال هي مبالغ ترتبط بتمتيلية الأحزاب السياسية ولكن الملاحظة الأساسية هي أنها للأسف تشكل أكثر من خمسين في المئة من ميزانية الأحزاب السياسية وهنا الفكرة التي نقول في البداية هو أن دعم الدولة للأحزاب السياسية من خلال الدعم السنوي أو المرتبط بالدراسات إلى غير ذلك لا ينبغي أن يفهم منه أن الأحزاب السياسية ستتحول إلى إدارات التي عندها طبيعة التي تضبر بشكل طبيعة تقنية ويعتمد فقط على أموال الدولة بشكل بيروقراطي بل هذا الدعم هو موجه بالأساس وهنا ذكرتي واحد مسألة مهمة في المسألة التخصيص وهنا هذا هو المبدأ الذي يعتمده المشرع خاصة في هذا المشروع المرسوم بمعنى أن الدولة تخصص واحد المبلغ يجب أن يصرفها في مجال محدد مثلا ما نقول مجال الدراسات تخصص هذه الأموال التي تمنحها الدولة تصرف مجال الدراسات بالشكل الذي منحه المشرع إلى غير ذلك ثم لا نستطيع أن هناك المراقبة التي يمارسها المجلسة على الحسابات والتي تعطينا ما يسمى تدبيل الأمثل لصرف الأموال العمومية لأن المجلسة على الحسابات اليوم في تقارير التي يوضعها يوضعنا أمام مقارنة بين الأحزاب المغربية وبين الممارسة في المغرب وبين البنشماركينج وبين الممارسة الموجودة على الصعيد الدولي وبذلك تعطينا أنه كلما كان دعم الدولة أكبر كلما تحولت الأحزاب السياسية إلى أحزاب عندها طبيعة بيروقراطية وكلما كان تعتمد على دعم المناظرين ديالها عن خراطات القطع الخاصة في حدود معينة كلما تحولت أحزاب سياسية إلى أحزاب جماهيرية عندها ارتباط بالقواعد ديالها ولما كانت تكلموا على أن أحزاب مرتبطة بقواعدها لا تصبح أحزاب مرتبطة فقط بالسحقاقات الانتخابية هي أحزاب كتبحت من خلال برامج ديالها على تطوير العمل السياسي كتبحت من خلال تطوير السياسات العمومية وهذا هو الغرض وهذا هو الغاية من أحزاب السياسية لأننا إذا دعمنا أحزاب سياسية ومشاة الأموال لاتجاه ديالها الصحيح وتستمرات في اتجاهها الصحيح سيصبح أن حزب السياسي عنده قدرة على إنتاج سياسات العمومية داخل البرلمان وداخل الحكومة تماما لكي نعاكس ذلك على الأحزاب ولكن قبل ذلك أنا أريد أن أقفل الفلوس يعني الفلوس لا يوجد مبلغ لكي نكون واضحين ما تخسره الأحزاب في تواصلها في حملاتها الانتخابية صح يكون هناك دعم استثنائي لكل عملية انتخابية من طرف الدولة وكان مثلا على غيرار 2017 كان هادروا على 13 مليار رونس مجمل المالية دي الأحزاب أكيد ب59% قدمت كدعم حكومي وهذا المبلغ هذا و41 كان تمويل ذاتي يعني إلا جينان دورسون ربما نقوله أنه في دول أخرى كما تفضل سير الدول مثلا مقارنة بالوسط الدولي ماذا يحدث فيه قد أقول بأن مرشح سيناتور لحزب ديمقراطي أو جمهوري في مايامي أو في ولاية أمريكية سيحظى بدعم شركات ورجال أعمال لغير ذلك تفوق ما يقدم مثلا الأحزاب المغربية مجتمعتها كدعم عمومي فالمبلغ ليس بالمبلغ الكبير هل هذا المبلغ قادر أو أضيف إليه ما سيتضمنه المرسوم قادر على تحقيق الغاية والأهداف ليست فقط من حيث أليات الصرف في الدراسات والأبحاث ولكن بقدر ما هي ما يسمى بالمال السياسي ومصادر التمويل المشبوهة أن تغيب وتختفي ويكون بالفعل هناك حسابات مالية مدققة للأحزاب لكي لا تزيغى عن دورها الوطني الذي حدده الدستور نعم الأسدنا في الأرقم اللي عطيته فقط هالدولة أثناء شرعية 2021 عندي رقم 36 مليار سنتين كان دعم ديال الدولة الأحزاب السياسية مباشرة كان دعم ديال مجلس المستشارين يعني في انتخابات أكتوبر 10 أكتوبر 8 مليون درهم أعطيت للمنظمة النقابية 12 مليون للأحزاب السياسية يعني الجميل هو أن هناك دعم ديال الدولة حقيقة غير كافي لكن سؤال مطرح نلاحظ غياب في الأدبيات أو بعض أو أغلب الأدبيات الحزبية أثناء التقارير المالية في المؤتمرات لا تذكروا هذا الدعم أين الصرف أين الصرف ومبلغ الدعم أولا ثانيا الدعم خصصت له من خلال تقنين اللحظة أن العشرية الأخيرة كانت مجموعة من القوانين التنظيمية لكن في الفترة ما قبل شرعية 2021 كانت هناك كثير سنة قانونية تنظيمية لصرف الدعم وللقوانين التنظيمية المتعلقة بالترشيحات بدليل أنه تم اعتماد معيارين معيار عدد الأصوات المعبر عنها 5.5% وكذلك عدد المقاعد هنا التساؤل مطرح الأحزاب غير مشاركة في العملية الشرعية لا تتوفر على دعم يعني محرومة من الدعم المستقلين يعني مستقلين معروف يعني في الحياة الحزبية المغربية ما بعد الاستقلال كتكون ظاهرة المستقلين ظاهرة الأحراض ظاهرة كذا بعضها يدعم من طرف الدولة كما قلنا سابقا بشكل سري غير معلن والبعض الأخر لا يدعم حاليا في الانتخابة شرعية 2021 كان هناك مستقلين على صعيد الجماعات وعلى صعيد الجهات لم يتلقون دعم هذا تساؤل مطرح يعني لماذا حرمان هذه الفئة علما أنها تساهم في الحياة العامة في الحياة السياسية والحزبية وإن كانت ستحرم لأنها لا تنتمي إلى حزب سياسية في تدبير العامة على صعيد الحكومة أما غير ذلك نجد مستشارين مستقلين في جماعات وفي جهات وكذلك أدناء تدبير مكاتب إقليمية ربما يخدجون لإطار قانوني هذه المستقلين أكيد ولكن بما أنه اليوم الحديث عن الدعم للأحزاب هل بالفعل الغاية والهدف وأنت تعلمين علم اليقين بأن اليوم نحن أحزاب ونا ليست أحزاب منفصلة عن العالم لديها إيديولوجيات لدينا اليسار ويمثله اليسار العالم لدينا الاشتراكيين لدينا العلمانيين لدينا الإسلاميين أو الإسلام السياسي لدينا كل شيء وبالتالي لا أقول أنا لا سمح الله أنه امتدادات ومرجعيات مشتركة مع أحزاب أخرى ولكن نقول بطريقة أو بأخرى أنه لا أحد دائما أبدا يحظى ببراءة كاملة واليوم الدولة من وظيفتها أن تؤثر وتقنن بنص قانوني هذه الأحزاب ولكن أن تحميها من الإفلاس تليه يعني الدعم شر لا أبدا منه ربما لهذه المؤسسات السياسية ولكن هل هو ضامن؟ نحن نقول أنه 59% ولكن يشتكون تفكرت ربما كلمات سيبن كيران باتصاله مع وزير الداخلية حول الدعم مخصص لا دلو تنمي يشتكون الميزانية الأحزاب فيها الخزاء الفارغة فإن لم تكن هذه كافية لمصاريف يومية أو لمؤتمرات حزبية أو لكل ما يكون من تكاليف خاصة بالحزب السياسي ما هو الضامن لأن يكون هناك لا يكون تمويل أو شبهات ربما في التمويل الحزب هذا دور المؤسسة الرقبية والإشارة فقط بأن الدعم الدولة لأحزب هو مشروط يعني الحياة التنظيمية هو دعم سنوي يعني الحياة التنظيمية للأحزاب السياسية دعم المقرات لأن بعد 86 أصبح دعم للجرائد الورقية التابعة لتلك الأحزاب وبعض الجرائد المستقلة التي ظهرت في تسعينيات والمقربة يعني من بعض الأحزاب السياسية أو تدخلوا في إطار رأي أو صحافة مستقلة بين قوصين ولكن موازية لخط حزبي معين في نفس الوقت أنه الدولة غيبت الدعم المؤتمرات الاستثنائية فرضا أن تكون حركة صحية في حزبي ما تغيب ذلك الدعم تقول أنا أدعم ما هو تنظيمي في المحطة تنظيمية يعني دعم سنوي على أسس أن المجلس على الحسابات وهذه من ضمن حسنات تدخل مؤسسة دستورية للمجلس على الحسابات أنه على الأحزاب السياسية أن تقوم بتقديم يعني المصروفات ديالها والنفقات ديالها والميزانية ديالها السنوية قبل 31 مارس من كل سارة في نفس الوقت أن في كل محطة انتخابية الدولة تدعيم تدعيم الحزاب السياسية يعني في كل محطة أنتخابية نعم دعم خاص نعم دعم خاص لكن بالنسبة للأجهزة الرقبية عنا مؤسسة يعني وزارة المالية عندها مفتشية تخص تخص لا ليس بذلك ولكن بالرقبة على صرف المال بالنسبة للمؤسسة العمومية والوزارة لكن هناك المؤسسة الدستورية اللي هي المجلس على الحسابات موكل إليها مراقبة وهذه المراقبة هذه رات قوة يعني في هذا بعد شريعية 2016 والتي تكتبنا يعني المراقبة حول كما قلت الميزانية السنوية وكذلك مصرفات الحملة لاحظنا أنه في انتخابة 2021 ألزمت المرشحين بفوترة النفقات ما كانش قبل ألزمتهم بتعين محاسب مقبول يعني يخضعوا لشروط المحاسبة كما نقول كونتابلية الجينغال فرصت كذلك أو هذه المراسلات التنظيمية أنه يكون مدير الحملة وبالتالي تكون المصرفات وتكون المرجوعات كان واحد تقارير كتقول بأن 34 30 من حزب من 34 حزب السياسي في المغرب فقط لتزمت بتقديم الميزانية السنوية للدولة قبل 31 مارس 25 حزب من 34 فقط من يدركوا أدبيات وأبا جديد المساطر المرتبطة بالمحاسبات والكونتابلية يعني هنا كنرجعوا لمسألة الأحزاب السياسية خاصة تأطر وهنا رد دولة طرحات هذه المسألة تأطير الأحزاب السياسية والأطر ديلها لا سيما في الجانب الإداري والجانب المالي مسألة الدعم الخارجي يعني إحنا كباحثين لابد أن تكون عندنا رؤية في هذه المسألة دعم الدعم الخارجي يعني الدعم الخارجي يجب أن يخدم الأحزاب ويجب أن يكون معلن وتكون الدولة ترقبه لأنه بالنسبة لنحن يعني كما قلتم أسد نفول في الدخول ديالكم بأن هناك أحزاب يامين وأحزاب يسار وأحزاب وسط وهناك إسلاميين هناك امتدادات إديولوجية ولكن يجب أن تكون واحد الرقابة ليس تضيق الخنق على الأحزاب السياسية أو الحرية ديالها لكن في إطار ترشيد التوجه العام للدولة لا هو سؤال مشروع ولكن يخدم أيضا أجندة المشرع المغربي والحكومة التي تريد أن تقضي على كل الشبهات الخاصة بالتمويل تريد أن تضيح شيء فيما يخص أنا بغيت أن نضيف واحد النقطة المتعلقة بدعم الأحزاب السياسية دعم خارجي بالأساس أنا أعتقد أنه ربما في دول العالم في جميع التجارب للدول العالم كان هناك دائما دعم الأحزاب السياسية من الخارج خاصة من طرف ما يسمى بالمنظمات المدنية هذه المنظمات المدنية التي تشتغل على أهداف مرتبطة بديمقراطية مرتبطة بحقوق الإنسان إلى غير ذلك ولكن هي في نفس الوقت تدعم أحزاب سياسية على حساب أحزاب أخرى ولكن طالما أن هذا الدعم لا يمس باستقلالية هذه الأحزاب السياسية ولا يمس باختياراتها المرتبطة خاصة بالمواطنين ومرتبطة بالمؤسسات الدستورية فالدعم ربما يحتاج فقط للشفافية هناك نظن أننا في المغرب مؤسسات التي هي عريقة في مجال مراقبة المالية خاصة على المستوى الخارجي كنت تكلم عن مكتب الصرف كنت تكلم عن الدور التي تلعبه الأمنة العامة الحكومة كنت تكلم عن الدور من المديريات إلى غير ذلك بالتالي أنا أعتقد أن الأحزاب السياسية ربما اليوم تجتهد حتى في مسألة تطوير ماليتها لأن الاعتماد بشكل كبير جدا على الدعم الدولة يؤدي في واحد الفترة إلى فشل الأحزاب السياسية هنا لدينا النموذج الأحزاب السياسية في فرنسا التي خدأت هذا النموذج الاعتماد بشكل كبير على مالية الدولة وشفنا في الانتخابات الأخيرة كلها أحزاب سياسية أصبحت مرفوضة من طرف الناخب ومرفوضة من طرف المواطن أمينة عامة لحزب ترشحت وحازت على قرد بنكي لتمويل حملتها الانتخابية لم تحظى بانتخاباتها رئاسية تماما ولم تحظى بشيء والآن تطالب الناخبين بتسديد معها هذا القرد البنكي بفعل الأزمات المالية للأحزاب السياسية لا تقتصر فقط على دولنا ولا على المملكة المغربية ولا على دول أخرى ولكن اليوم السؤال الذي يطرح إن كان دعم الدولة لا يكفي ولا يشكل أكثر من 59% من ميزانية هذه الأحزاب التي تقوم بسياسة تقشفية وتظهر تلك الأموال في الحملات الانتخابية أو حتى في مناسبات شريعية معينة وما يخص المسائل التنظيمية والتأطيرية وكذا تكاد تغيب لأنها مكلفة وحتى المؤتمرات العامة وجمع الجمع العامة تكون في كثير من الأحيان نحن على مقربة من المشهد السياسي يتكفل بها بعض الناس الذين لديهم نفوذ مالي داخل هيئات الحزب من كراء مكان إلى التمويل الغداء يعني التريطور وما رافقها والتجهيزات الصوتية والإضاءة وغير ذلك فاليوم التمويل الذاتي الذي تحدثت عنه قبل قليل كيف يمكن ما هي طرقه هل استثمار ما ينص عليه هذا المرسوم الذي لم يخرج للوجود فيما يخص إنشاء شركة للتواصل وغير ذلك واستغلال الرقم هل يمكن أن يكون حل لعائدات مالية تقل أحزاب شر الإفلاس أعتقد أن هذا هذا جزء من الحل لأن الحل ربما ما غادش يعطيه لنا هذا المرسوم بقدر ما هو موجود في النص القانوني اللي هو القانون تنظيمي الأحزاب السياسية لكن ينص على مجموعة من الموارد دي الأحزاب السياسية اللي هي موارد ذاتية منها مساهمة للمنخارطين ممكن نقولوا أن في المغرب ما عندنا الشتقافة دي الأنخراط في الأحزاب السياسية لا أعلم يمكن سوى بالليهدر على المنخارطين على عدد من صوت للأصالة والمعاصرة ولكن كل واحد مثلا يعتغمي الدرهم أعتقد أنه ميزانية الحزب ستقفز 300 أو 400 بالمئة وتستغني حتى عندهم تماما لأنه تقافة دي الارتباط الجماهيري بالأحزاب السياسية ما زال عندنا ضعيفة وهناك مثلا في تجارب أخرى اللي يعتمدون على ما يسمى بالدعم الكبار بمعنى أن الحزب السياسي لا يمكن أن يعتمد فقط على المنخارطين في القواعد ولئة المتحدة الجمهوريين يدعمهم صاحب شركات السلاح تماما يعتمدون على شركات قوية جدا وشركات اللي عندها اختيارات سياسية في النهاية ليس عيب ثم القانون أيضا يمنح إمكانية استثمار الأموال للحزب في المقاولات المتعلقة بالصحف والجرائد إلى غير ذلك مطابع إلى غير ذلك بالتالي اليوم الأحزاب السياسية خاصة تستمر هناك أيضا الأنشطة التقافية والجماعية لأغلب الأحزاب السياسي للأسف ما عندهش هذه الأنشطة مثلا تخيم الأنشطة الجماعية والتقافية إلى غير ذلك ما عادة بعض الأحزاب يعني الحق أنها تكون ربحية ماشي ربحية ولكن عندها الحق أنها تدخل مدخول للحزب السياسي هنا نعطيك مثلا حزب الاستقلال مثلا المعروف تاريخيا يشتغل على هذا الجوانب المخيمات على مجموعة من الأنشطة التقافية التي يمكن لها تشكل الجزء منه اللي هو جزء مشروع مدخول للأحزاب السياسية ثم استغلال العقارات الحزب إذا كانت عنده عقارات إذا كانت عنده منقولات إلى غير ذلك ثم المسألة اللي جابها المشرع مؤخرا هي المرتبطة بإحداث شركات ديال التواصل أعتقد أن هذه المسألة ديال إحداث شركات التواصل هو سيف دو حدين بمعنى أنه يمكن أنه يشكل بالنسبة للأحزاب السياسية يشكل لها مدخول بمعنى أنه إذا كانت هذه الشركات فعلا مؤسسة بطريقة اللي هي بروفيسيونال بمعنى طريقة مهنية وكتشغل على مسألة التواصل ليس فقط في الحملة الانتخابية ولكن بشكل دائم ومستمر يمكن لها تشكل بطبيعة هذا المدخول مهم للأحزاب السياسية ولكن إذا اشتغلت بطريقة كلاسيكية اللي فيها المحابس ديال المريدين ديال الحزب أو أتباع الحزب إلى غير ذلك ستحول إلى عبء على الحزب وبالتالي ستنضاف إلى عبء إضافي لهذا الأحزاب السياسية وبالتالي أعتقد أن المداخل الشريعية والتنظيم اللي جاء بها المشريع هي أعتقد أنها كافية كي يبقى أن الفعل للأحزاب السياسية اللي هو خصنا نغيره نوعا ما من العقليات ديال الأحزاب السياسية من ناحية التدبير يعني خصي يكون لدينا ما يسمى اليوم مناجمت بوليتيك يعني التدبير بعقليات ديال التدبير المقاولاتين ندبروا الأحزاب السياسية اللي يكون عندها واحد جاذبية سياسية وأيضا تكون عندها واحد المداخل اللي هي مالية اللي تمكنها من استمرارية وأنها تستور الفعل ديالها السياسي جميل كيف يمكن تفسير أن بعض الأحزاب التي يعني أثبتت حضورها على الساحة أصبحت ربما كتحقق رقم مئة في المئة مضاعفة المداخل أو الدعم وأحزاب التي كانت هي الأخرى تستفيد بنسب كبيرة جدا ولكن تراجعها على الساحة عدم تغطيتها لمجموعة من الدور الانتخابية أدى إلى انخفاض هذا الدعم بنسب كبيرة وكبيرة جدا وتتزامن يعني مع الحضور التي تحظى بها هذه الأحزاب على مستوى المشهد السياسي المغربي هل الدولة هنا تتعامل بالفعل بمنطق أي أنه لا يهم كنت أغلبية أم معارضة ما يهمني هو الحضور الذي تمثله على الساحة السياسية لذا أنت تستحق الدعم لأنه بالفعل تغطي دوائر في الانتخابات العامة بشكل عام جماعية جهوية برلمانية لغير ذلك يتطلب تنقلات تجمعات انتخابية يتطلب منطبوعات ومنشورات بزرح الحوائج وهي مكلفة فالحزب يخسر ولكن الدولة تعود بين غاوسين الجهة السياسية التي ذكرتم قبل قليل أنها حاليا تشتكي من الإفلاس في حين هي من ضبرت العشرية الأخيرة أقصد حزب العدلة وكانت حريصة على تطبيق القانون بحدافره يعني أن الدعم يخدع كما قلت سابقا لمعيارين اتنين عدد المقاعد نسبة الأصوات في العشرية الأخيرة استفدت بشكل كبير كانت الأولى نعم الأولى برلمانين يفوقون المئة أعداد كذلك في الغرفة الثانية سواء نخيبنا الكبار أو ممتل المركزية النقابية طبعا ممتل الأجار لم تكن هذه الجهات تشتكي لكن حاليا تشتكي نرجع إلى الدعم هو الدعم مقنن الدولة يعني كتعطي دعم وكتصرفه في أوجه بالنسبة لدعم للأحزاب السياسية ما كنضنش أنهم بعد 2011 ومن بعد ما يسمى بنفرج السياسي في الألفية كنضن في العهد اللي جاء من بعد يعني من بعد هذا الشد والجهب بالأحزاب وبين الدولة أن الدولة يعني ستخير أحزاب دون أخرى يعني كما نقول لك خيطة كين معايير اللي كتخضع عليها هذا الدعم الإشكال في المطرح راح تسألت انخراطات حاليا أخبر انخراطات في الدعم لا تعتقدين معي بأنه يعني دولة بطريقة أو بأخرى محقة لأنه كن أحزاب في المعارضة مثلا ده لن تعيش إلا تحصل على الدعم بمعنى آخر يعني ستنقارض وبالتالي والدولة في المغرب دستر الدولة المعارضة وبالتالي هذا الدعم يعني بغينا ولكرانا شر لا بد منه حتى وإن كانت تمثيلية هذه الأحزاب لا تصل لرقعة جغرافية شاسعة نعم أعطيك مثال حزب كان نشق فيما مضى في 96 على حزب يقود حاليا المعارضة وحاليا يعني من الإفلاز لدرجة أن المقر ديالو هنا بالرباط لم يجد من يسدد تملك المترتيب لسنوات حزب سياسي يعني سبا في الأحزاب السياسية أن حزب سياسي على الأقل كان ساهم في حكومة التنوب التوافقي عنده واحد لم تداد ما قدرش يسدد الكراء يعني بالنسبة لنحن كباحيتين في هذا الإطار هذا أن الأحزاب السياسية تخلق توازن الداخلي والدولة تحافظ على اليامين والياسر والوسط وتكون معارضة قوية إلا لاحظوا أنهم بعد دستور 2011 وبعد مشاركة الأحزاب الوطنية لسيما فعد حكومة الأستاذ عبد الرحمة اليوسفي افتقد المغرب بالمعارضة قوية افتقد زمن الطهرانية السياسية لأنه ما نعيشه اليوم نيتاج دستور 2011 يعني الأشياء الإيجابية اللي جات ملاحظة الانتخابات جلوس الحكومة في شخص وزارة الداخلية اللجنة المكلفة بالدعم اللي كتمت الوزارة العدل وزارة المالية وزارة الداخلية وطبعا برئاسة رئاسة الحكومة آتى من واحد نضال أحزاب وطنية اللي قال تخص ولا بدي يكون دعم ولا بدي يكون تأطير أكيد لأنه كتشكل واحد التوازن لأنه صير الرؤوس الدولة بالجامة الشعبية بحكومة قائمة وبأحزاب سياسية كتدخل في إطار عملية المدخلات والمخرجات مع الدولة لأنه باش يشاركوا بين قوسين المصطلح في الأدبية السياسية وفي الأدبية الحزبية باش أن الأحزاب تخلوا اللعبة السياسية وتساهم مع الدولة نهي كتشكل دولة مني كتكون في الحكومة رأي يتمثيل الدولة ولكن مش يتخرج من الحكومة وتنتقد لحقة دعم رمقش كافيني كما أتى في الجهة الحزبية المعينة يعني عشر سنين ديال التدبير الحزبي ومن بعد نجل قل أني أعاني الإفلس هنا كانت سأل الحديث كان عن مداخل الحزب المالية وأنها مفقودة وبأن الحزب يعني يعاني ضائقة مالية ولا تنتظروا الفراجة والدليل أنني تحدثته مع سيدوز الداخلية التسريع وكان المقصود بذلك هو الإفراج عن هذا الدعم المخصص للأحزاب ولكن مشي أنت سي ردوان ونرجع لك تفضل لا غير مسألة الإفراج شيء جميل أننا نطلب الدولة بالإفراج ولكن لحد السعارة أحزاب معينة لم تقدم بعد أوراقها المحاسبتية يعني فت 31 مارس يعني وظفة الأحزاب يعني حتى الأحزاب مقصرة هنا كما نعاتب الدولة نعاتب الأحزاب وهنا لذا ربما وزارة الداخلية وفي تصريح السلف تيت أن آلية الصرف حتى هي ستحدد ويسيتم الكشف عنها من طرف الأحزاب التي ستستفيد من هذا الدعم هل هناك غايات ربما تجعل الأغلبية كما قلنا في المقدمة تعترض على بعض الأمور التي لا علاقة بهذا الدعم الهم سواسية يعني هذا الدعم لن يسمن ولن يغني من جوع ونحن على الكل يعلم من ميزانية الأحزاب ومصاريف الأحزاب وأنشطة الأحزاب ومالية الأحزاب يعني 30-20 مليون زايدة ما نظنش ستحل المشكل لحزب يتواجد على الصعيد الوطني تتفق مع هذا الطارق فلماذا هذا التأخير وكأني بالأغلبية ليست براضية ربما عن مجموعة من التغييرات التي شملها هذا المرسوم أنا أسمح إذا أسمح سيسي نوفر لن أعطفنا على ما تفضلت به الأستاذة وفي نفس السياق بمعنى أن لما كانت تكلمون اليوم على الدعم للأحزاب السياسية خصنا نضعه في السياق دياله المغربي المغربي اختار نظام ديال تعددية الحزبية عندنا أكثر في حدود 34 حزب سياسي بمعنى هذا الكم الهائل للأحزاب السياسية لا موجود في الديمقراطيات الكبرى لعندها جوجل الأحزاب السياسية أساسية وباقي الأحزاب السياسية اللي هي كتنوب مع الأحزاب الأخرى وبالتالي نحن في هذا السياق لأنها تعدد للأحزاب السياسية واختارينا أنه دائما تكون عندنا أغلبية قوية ومعارضة أيضا تكون قوية فحتى مسألة الدعم يجب أن تراعي هذا الوضع هذا اللي هو وضع أنا أعتبره وضع استثنائي لأنه لما كانت تكلمون اليوم على الأغلبية الحكومية التي ربما تضع بعض التحفظات على هذا المشروع المرسوم راهية في السابق جزء منها كانت في المعارضة وكانت تعاني من مسألة الدعم لماذا لأنها لم تكن عندها التمثيلية على مستوى الدعم الأصلة والمعاصرة أن كنت تقصد ارتفعها بتسعة وثين في المائة لا كقصد بصفة عامة الأحزاب دي المعارضة اللي نحن في إطار تنوو لأننا لم تكن المتنع على أحزاب اللي كانت كوبراف السابق على التحال الشراكي إلى غير ذلك الاستقلال اللي كانكنو في ديوي دابا بمعناها مرة كنكونو ممتلين بشكل قوي بمعناها كتكون عندنا السلطة داخل البرلمان ويمكننا نغير تشريعات ويمكننا نأتروف سياسة العمومية حتى المرتبطة بدعم أحزاب سياسي وكنما كانت تراجع المعارضة كيو غير ذلك ربما اليوم المغرب اختار وحتى تعددية حزبية وحتى توازنات حزبية يجبنا نحفظوا عليها كنا في المعارضة كنا في الأغلبية يجبنا يكون عند أحزاب سياسية تبقى عندها الدور ديالها سواء كانت كما قلت في الأغلبية أو في المعارضة ربما التحفظات اللي كانت بالنسبة لأحزاب الأغلبية على مشروع المرسوم كانت أساساً مرتبطة بطريقة صرف هذا الدعم لأن ربما قراءة ديالي الخاصة ربما اعتبرت بأن هذا 20% ما اعطيت واحد الخصوصية بالنسبة الأحزاب الممتلة أحزاب قوية وأحزاب كبرى بمعنى آخر أو بمفهوم المخالفة ستمنح فرصة لأحزاب التي لم تعطيها الناخب أغلبية أو رجعها في سلم الترتيب للمعارضة بشكل قصري ستعطيها ربما نفس أنها تحاول تعود تلم الأوراق ديالها وتجمع الشاتس ديالها وهذا المال يصنع قواعد انتخابية ويصنع شعبية ويصنع مكانة رمزية لدى المجتمع هل المال يساعد نهائياً ربما المال في هذا السياق هذا يمنح الأحزاب السياسية قدرة أنها تنجز دراسات التي تستشرف المستقبل التي يمكن لها تعمل على الوقوف عند الخلال التي كان عندها تنظيم وسياسي وبالتالي أنها تعاود الإحياء الطرق للشغال وترجع في التشريعيات المقبلة وانتخابات المقبلة هذا هو المقصود أما بسألة المال بطبيعة الحال دائما أعتقد المواطن يرى هذه المسألة المال يرى بشكل سلبي جدا لأنه يعتبر أن الأحزاب السياسية وهذا تمتول الأحزاب السياسية في المغرب التي جاءنا منذ استقلال يومنا يعتبر أن الأحزاب السياسية فيه الريع فيه توظيفات السياسية إلى غير ذلك تمتولات السلبية والحقيقة أنه جزء من الأحزاب السياسية التي تستعمل هذه المعطيات التي تمس بالمشهد السياسي ولكن الهدف الذي ما تفضلنا في البداية كان خطاب الملكي 2018 كان واضح قال بأنه الأحزاب السياسية اليوم خصى تكون مدعمة لماذا؟ لأنها يجب أن تساهم في السياسة العمومية أن تساهم في تشريع هناك دور وظيفي آخر جديد للأحزاب في دستور 2011 نرجع لك فقط لأنه أقل من 10 دقائق والسؤال كالآتي قد يقول قائل بأن استطلاعات للرأي براسات ومجيزات علىها مش مثلا الانتخابات مشي التام من سبتمبر ولكن 2016 60% من المغارب ليثقون بالعمل الحزبي وبالأحزاب المغربية فقد يقول المواطن من تدعمون نحن لا نفق بهم أولا ومن ثم قدرة هذه الأحزاب على الاستقطاب الاستقطاب قبل حتى التأطير أصبحت محدودة والدليل نسب المشاركة التي تشاهدونها في الانتخابات وأن 50.18 يعني الانتخابات العامة الأخيرة كانت قفزة نوعية أو عن ما وإن كانت في ظل أيضا جائحة كورونا اليوم الأموال ستعزز الانتشار ستعزز الثقة ستجعل الأحزاب تعمل بوتيرة أكبر مع المواطن ستمكنها من الاحتكاك به من أجل تهيئ مشهد سياسي لانتخابات مقبلة بعد هذه الولاية تؤدي بنا أيضا إلى ارتفاع نسب المشاركة وإلى عودة الثقة لفئات مجتمعية ربما لا تعلم حتى أين تتواجد مقرات هذه الأحزاب ولا تحتك فيها ولا تعرف ما هي تبرمج على الأحزاب السياسية أن تعيد إعداد بيتها الداخلي طرحتك قبل قليل مسألة مئات وعلى عديد الملايين للأصوات واستشهدتهم بكلام أمين عام واللي هو في نفس الوقت وزير من وزراء السيادة في الحكومة الحالية يعني مسألة سؤال لماذا تراجع توطيق المناضلين يعني هذه المبلغ دي المياد درهم تراجع لأنك يشكل مؤشر قوي دي الممتداد يعني لماذا هناك تراجع ورا هدو دي المياد درهم سمعلك أستاذة كريمة سيقدر يجي يقول لك بالله تشكل يطالع في المكتب السياسي بالله تشكل يشكل الآمن هنا هنغا رجع الزمن كما قلت سابقا زمن ما كانش دعم دي الحكومة ما كانش دعم دي الدولة الأحزاب ولكن كان هناك امتداد وهناك انتماء وهناك افتخار بدك انتماء ما ننسوش الفترة دي السبعينيات كان هناك ما يسمى بسنوات الرصاص وكان مناضلين يفتخرون بانتمائهم لأحزاب كانت تقريبا يعني بغدت وجهل الدولة المحضور وكانت يعني كانت تشكل معارضة معارضة قوية يعني هذا نموذج مغربي نموذج مغربي لكن ما ننسوش اننا ننضوي على الفساد سلوك الناخب والمنتخب لماذا؟ لان سري المال استعمال المال شراء الديمام هذه كلها اساليب فعلا شجنا يعني من خلال ملاحظة الانتخابات واحتراجعات لبعض السلوكيات دي الشراء الديمام لكن هذا لا يعني واذكرناها في برنامج سابق معكم أنه في هذا البلاتو بأنه شرعية 2021 عرفت رجوع استعمال المال لاستمالة يعني بقفاف وغير القفاف لاستمالة صوت الناخبين بمعنى الأحزاب السياسية علىها الإرجاع أولا تقف المواطن بل في المناظلين ديولها المناظلين ما تقصيهمش ما تديرش لواءها الريح الريح أولا ثانيا أنها ترجع لما يسمى بتقافة مدارس تكويل حزبي الأحزاب أصبحت تفتقد اللي برمجة مدارس تكويل حزبي اللي كانت سرية تقريبا في حد الثلاثين سنة اللي هي خرجت أحزاب الأطور لا دعي باش نذكر أحزاب كان حزب استقلال الالتحاد الشركي التقدم الشركي الأحزاب التي قادت المعارضة الوطنية كانت تعتمد على الأطور ديولها كي أطروا لها وذكرتوا أنه الجمعيات الموازية الجمعيات الموازية ساهمت كانت مشتل النخب حاليا أصبحت البعض الجمعيات لبعض الأحزاب أنها تنظر فقط للريع واشغنكون في اللائحة الوطنية للشباب سابقا واشغنكون في اللائحة لمرأة اللي كانت وطنية وبالتالي جهوية واشغنكون في المكتب السياسي أو في المجلس الإداري أو الجناء إدارية أو مركزية وبالتالي أصبحتك الريع أنني باش نخارض خصني شنو غن ناخد يعني وهناك تدخل مسألة دي المحابات والزبونية وما هو عائلي وإرضاء الخواطر يعني الأحزاب السياسية بداية تعد البيت الداخلي البرامج كما قلت أستاذ نوفل أنك تمشي يعني الشركات ومؤسسات خارج هناك أحزاب تتوفر على الأطر أساسي دا جامعين مناضلين يعني ما كيكون مناضل لكي يشتغل كما كنقوله فابور وبالمجان باش كي يساهم في الانتماء دياله كي يساهم بتأطير هذك الحزب أو هذك الشريحة اللي كتنتمي الحزب دياله في نفس الوقت يرجع المسألة ديال التبطيق باش تعرف واش هذك ينتمي لهاد الحزب أو هذي الحزب راهد ذكرها الرأي العام أنه شي صحفة معينة أو موقع معين لقى أشخاص في انهار انتخابات عندهم ثلاثة أو أربعة ديال البطائق كي يمشي كي يصوت وفي نفس الوقت ما عارفش علامة كي يصوت ولكن لدى أكثر يعني هنا فسد سلوك الناخ بركة تحمل مسؤولية دياله الأحزاب السياسية هذا من بين الشوائب التي تعاني منها أي عملية ديمقراطية ربما ولا بد أن يكون هناك يعني خروج عن المألوف وعن القواعد وعن القوانين المؤطرة اليوم هل يمكن أن يقوي هذا الدعم الأحزاب السياسية التي كما قلنا دخلت في امتحانات عدة ولكن لازالت هي الأخرى تشكل ذلك التجسيد الفعلي العملي للخيار الديمقراطي الذي يتضمنه دستور المملكة شئنا أبين لازالت هي تلك الواجهة التي قد تراها في قضايا محلية وطنية قد تراها تمارس دورها في الأغلبية أو حتى على مستوى المعارضة وتملأ تلك المؤسسات الدستورية التي دون أحزاب قد نراها يعني في لعبة كراسي فارغة وبالتالي هذا الدعم المادي يقوي مؤسسات نحن بحاجة إليها شئنا أبين وهي كما قلنا في بداية حلقة العمود الفقاري للدولة كمان أكيد اليوم لما كنت تكلم عنها الأحزاب السياسية لا يخصنش لا يخصنش يكون الخطاب دينا فقط لجل الدات بمعناء أننا كنت تكلم عنها الأحزاب السياسية كنت تكلم عنها في سياق مجمع مغربي مجمع مغربي فيه ما هو إيجابي وفيه أمور جميلة جدا وأيضا فيه بعض الممارسات صالح والطارح وبالتالي لما كنت تكلم عنها أحزاب السياسية هي في سياقها المغربية ولكن لما كنت تكلم عنها مسألة الدعم لأنه لما كنت تحرك الأموال أنا ذاك كنت تظهر بعض السلوكات ربما اللي نحن فيه غنان عنها حتى داخل الأحزاب السياسية حتى داخل المناضلين يمكن تحولوا من مناضلين داخل حزب السياسي إلى مشاكسين وكيف يبحثوا على الريع وكيف يبحثوا على الأموال أو أنهم يغادروا الأحزاب السياسية وشفنا مجموعة من الشقاقات اللي كانت في أحزاب السياسية كان سببها أن هذا بين قوسين المناضلين كانوا كيطبحوا لبعض المناصب وبعض المواقع أعتقد أنه اليوم خيار دي للدولة هو أن الأحزاب السياسية يجب أن تكون قوية شيئنا أبينا الأحزاب السياسية خاصة تلعب الطور ديالها وهنا كنت ذكره في مراحل سابقة كيفاش أن ننهيار الوساطة الاجتماعية والسياسية أدبنا إلى كوارد احتجاجات لما بقناش عارفين من أنك تجينا بعض الفئات ديال المجمع مثلا القاصيرين إلى غير ذلك لما أطرينش لا سياسيان ولا جماعيان كيفاش يمكن يخلقوا لنا إشكال من هات الزاوية ديال أن الأحزاب السياسية اليوم خاصة تلعب الدور ديالها تأطيري ونمتفق مع الأستاذ المقالت بأنه أحزاب سياسية اللي كانت عارقة عندها مدارس سياسية فعلا كين مدارس سياسية وأربما اليوم خلقوا مدارس اللي خصت جدد الخطاب السياسي لأن اليوم ما كانت تكلمون مع الشباب ومع واحد الأجيال اليوم ديال الأنترنت وديال مواقع التواصل جميع ما بقعتش كتهمها الخطابات الإديولوجية الكلاسيكية ديال اليسار ديال أقصى اليمين إلى غير ذلك والتي كتبحت على خطابة براغماتية على حلول واقعية اقتصادية جماعية كيفاش تشوفوا المستقبل ديالهم وديال أبناء ديالهم إلى غير ذلك والتالي اليوم الأحزاب السياسية مطالبة من هذه الزاوية ديال دعم أنها تربط الدعم بمسألة البراغماتية ومسألة الحضور الواقعي مع الشباب ومع المواطن المغرية جميل إذن نحن متفقون في ختام هذه الحلقة على أنه الدعم ضروري ولكنه لا بد أن يحيي ربما ويبعث روح جديدة في الأحزاب السياسية يعزز ثقة المغاربة فيهم وأيضا يقومون بدورهم الدستوري هل سيفرج عنه قريبا كسؤال أخير هذا المرسوم أتمنى أن يفرج وأن تكون لجنة مشتركة على الأقل موازية كما وقع في الوثقة الدستورية يعني يكون تبادل وجهة نظر بين وزارة الداخلية وبين الأحزاب المشاركة يعني في الانتخابات حتى يتم الإفراج على هذا المرسوم لأنه مرسوم الواقع المجتمعي محتاجوا الأحزاب محتاجها للدعم وفي نفس الوقت إذا كان شيء يعني هدف من أجل يعني تفعيل التنمية والأوراش الملكية والحماية الاجتماعية وهذا شيء كله يعني اللي تخلل هذا العشري أو هذا الخمس سنين الأخيرة خاص دعم الأحزاب السياسية وفي نفس الوقت أن الأحزاب تكون في المستوى المواطن وتدبير الشئ العام وتعطي أطر داخل البرلمان اللي يتلقى بهذا الوطن شكرا لك كريمة غراد الباحثة في العلم السياسي والقانون الدستر بجامعة محمد الخامس وأيضا شكر موصول لك أستاذ رضوان عميمي أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس مرحبا شكرا شكرا موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة لكم أجمل تحيي إنما كنتم وإلى اللقاء شكرا